أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان من السهل أن نحكم على الظروف وعلى الأحوال بمنظار يمكن تكون متحيز غير مدرك لكل الصورة الموجودة حاليا في أرض فلسطين سألوا قديما كان رئيس الدولة إسرائيل اسمه عيزر فيتسمن سألوا مين اللي على حق إسرائيل ولا الفلسطينية قال أنه اتنين على حق ولكن التعامل مع الموضوع اتنين خطأ وهذا يمكن البيت القصيد كيف منتعامل مع الوضع هو هذا اللي بسبب الأزمة والمنظور اللي منشوفه في بلادنا على كل حال أحبائي الكراهية مرض خطير جدا ومرض معدي جدا كما أنه المحبة بتلمس وبتشفي كل نواحي الحياة الكراهية أيضا بتلمس أيضا بتتفشى في كل نواحي الحياة فالكراهية مثل ما ذكرت هي مرض خطير وعضال مثل الكانسر بيتفشى بيستشري بيتغلغل في كل نواحي الحياة فبصير كل شي تعبيره عن الكراهية